السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله سوف نقدم لكم فكاة بريستيج بالقرقاء واللوز يجب صراحة رائع يعني يجمع مبيل الكرمشة ولا شوشي وفي نص الوقت الثا ضفت له واحد جوج ديال توابل الصراحة يزيده للطومد وكنتمنى كنتمنى جربوه لان فعلا فعلا غادي يجينكم ناجح من اول مرة بلا تشققات كيفما كتشوفو بدون كسور يعني ولا حتى اقفرته تبسط غادي تقطع معاكم نتكونوا كتتقطعوه بالعكس نفس الحجم بغيتو تقطعوه هرقيق غادي تقطع معاكم هرقيق غادي هرقيق غادي كذلك وصراحة كي يجي لديد كيفما قد لكم بوحد جوجل التوابل اللي كيزيدوه بالنومة داق نتمنى تجربو القسيرة دياليومة كيفما قدي نقدم لكم وطبعوا جميع النصائح واخرد يجي لكم بفيديو شوية طويل ولكن هكذا شغلت نجح معاكم نصفه حبيت نقدمها لكم بكل تفاصيل لي لها على بركة الله هنا بالنسبة للمكونات عندي ثلاثة ديال الحبات ديالبيض هنا بالنسبة لبيض انا عندي حجم كبير ولكنتو غادي اخدموه بالبيض صغير غادي اخدموه باربعه ديال الحبات في حرارة البيض دائما البيض يكون بحرارة المطبخ هنا ضفت واحد معلقة صغيرة ديال الملحة وعندي هنا معلقة صغيرة ديال القرفة ومعلقة صغيرة ديال السكين جبير وكنتمنى تديروهم لنصف فعلا فعلا كياردوا واحد الموضاق واحد الريحة يعني ميكوش كنكوطيبو الفقاس تجي الدار يعني ما شاء الله يكون واحد الريحات جد رائعة جد لديدة ضفت لهم كاس ديال السكر السينده اللي هو الوزن دياله ومية وخمسين جرام اللي هو كاس عنباء ديال السكر سنيده خلط الكل وغض نتفع لهم هنا يا اربع كاس ديال الزبدة اللي سبق لدوبتها وخليتها حتى دفعت يعني ما تضيفوها شوية سخونة بالنسبة لزبدة دائما الزبدة ديال الاكل باش هكاكة ازيتعتكم بالنه ما كانش ديال الاكل ممكن تضيفو يعني ديال البواطا اللي هي ديال العلب قدرت هنا يا واحد المعلقة صغيرة ديال الفانيلا او لا جوج اكاس ديال السكر الفانيلا وغضي نضيف كذلك نصف كاس ديال الزيت النباتي يوه دايما ملعبار بالكاس العلبة نخلط هناي الكل وغضي نضير كذلك وحد نصف كاس ديال حليب كي يكون حليب عادي لاني وحليب خضر وغضي نضير معلقة ونصف ديال المظهر معلقة ونصف يعني حتى الجوج معلقة ديال المظهر صدقوني هادي المجموعة ديال الملكيهات اللي درتك تعطي واحد الفقاس رائع كانت منه كانت منه تجربوه هاش عارفو شنو بغيت نوصل لكم هنا بالنسبة للدقيق ما غديش نضيروا دفع واحدة كان نضير هنا شوية ومن بعد غدي نضير خمار ونصف بالنسبة الوزن ديال الخميرة يعني اه 8 جرام على 4 جرام يعني في المجموعة 12 جرام يعني خمار ونصف بالنسبة للدقيق عندي هنا 600 جرام وما تحاولوا تشفوتوها وما تضيفوش يعني دفع واحدة كيف ما غديش تشوفو انا هنا كانت عندي اه تقريبا اه قريبا 700 جرام فانا هنا ما دفت هاش كاملة كما قلت لكم هنا دخلت لي المجموعة تقريبا 300-130 جرام مهم غديش تديروا 600 جرام وإلاج ما زال لاقصة تبقوا تضغيب المعلقة هنا انا بقى نخلط وكيف ما غديش تشوفو انها دقيق دقيق يتشرب في البلاسة يعني دائما كيف نقول لكم بانا نوع دقيق يتشرب وكين نوع الدقيق اللي يشرب وكين نوع الدقيق اللي يبقى عالي فهذا كيف ما ضفت انا 600 جرام كيف ما قلت لكم حتى 330 اه يعني يبقى تستدرك كسند العنباء وغدينه تقريبا محدة مع القا صاف هنا يخلط يعني يعني اللجينة ديالي صاف هي كيف راها هي عادي واجدة بعد نزولها هنا يوم داك الاناء وغادي نحاول دلكها لان داك الاناء يعني ما غديش يساعدني باش ندلكها كندلكها هنا واحد المدد يلدقيقة يعني كتفقطع جنو فيها واحد المدد يلدقيقة يعني بين ما اه يعني تخلط دك الطحين مع البقية وكتشكلكم هكا عجينة اللي كتكون نرتبة دائما عجينة الفقاس حاولوا انها ما تكون شقاسها يعني تكون متوسطة ما تكون شقاسها كيف ما كتشوفوها اقدمكم ساف هنا من بعد ما دلكتها واحد المدد كيف ما اقول لكم ديال دقيقة هدي نقسمها هنا على جوج كورات وهذا كل اللون كيف ما كتشوفو داك اللون ديال القرفة هولي ستعدى كل اللون هادك وصدقوني واحد انها يعني ما بين سكين جبير والفاني والمظهر والقرفة كدي وعرة ساف هنا من بعد ما كورتهم حتيتهم هنا يرتاحوا وغطيتهم هنا سواء بلاستيك ولا طريفة كديلتوا خديت واحد الحبة ديالبيض بالحجم الكبير ضفت لاليها مع القاس صغيرة ديال القهوة سريعة دوابان خلطتهم وحطيتهم على جنب فقد ناخد هنية العجينة يعني الكورة اللولى وغدين بدا ندلكها هنا يعني احتكد دلكوها يعني ما تكونش غليدة وما تكونش رقيقة يعني جد للغاية تقطع لكم يعني تخليوها باحد سمك كيف ما غدي تشوفوك بما غدي نبيلكم في الفيديو ودروري تخليوا العجينة ديالكم ترتاح باش تساعدكم ضياء انها تنطلق بالنسبة للصمك تكون بحال هكا كيف ما كتشوفو ما كتكونش غليدة وما كتكونش رقيقة وملاحتنا انها ما تكونش غليدة هنا هنين بعد مدلكتها غدين ناخد يعني شوية تقريبا واحد معلقة كبيرة ديال ذاك الخالد ديالبيضة ومعنيس كافي غدي ندهن هنا يا ذاك العجينة كلها ذاك الخالد وهنا غدي ناخد القرقع بنسبة هنا للقرقع يعني كتخلكم تقريبا واحد اه نص كيلو ديال القرقع تقريبا نص كيلو ديال القرقع كتدخل هاد الهاد الوصفة يعني هاد الفقاسة داك جوج ديال اللي بودان كتخلو نص كيلو طاف هنا بعد ما استفل القرقع كيف ما كتشوفو وهو اللول وكنخلي واحد الفراغات من يكتكون وكتخليه هنا فراغات ذاك الفراغات هما اللي كنناخد هنا وكنعمرهم بنسبة هنا الكمية للوز قدادني تقريبا واحد اه رابعة حتى الثلاثمية جرام سافي هنا كنبقان نضغطها على ذاك اللوز مع ذاك القرقع باليد لحتى كيت تبت مزيان في العجينة هنا كتباركو علي خفيف وكنناخد هنا الشيطة وكنبقان نضغط فقط يعني الراس ديالهم بالقليل اللي لديك الخليط ديال البيض مع القهوة وكننرجع هنا ينتبتها وتاني مرة اخرى وكننبدأ نبار حرب البودا بالنسبة للحربة لدي الفقاس حاولت يعني تلويه عادي ما تحاولوش تزيره باش هكذا الفقاس ديالكم بحالة نقوله ما كيت ترتقلكم وستخدرها ما غيرتش ترتق هنا سافي من بين ملويته هنا غادي نحاول نتبت ذاك المكسرات هكا وكننحاول نضغط باش ما كتبقى ليش فراغات ما باللوز والقركاع والعجينة كتبقى هكا كتبتو هكا مزيان وانتم في المسلوقت هكا كتبركو بيدكم وانتم في المسلوقت كتحرب له ذاك البودا يعني حتى كتحسوا به انه ذاك العجينة تبتت مع بعضياتها ما بقاش فراغات في وسط ديال العجينة انا اخديت ذاك البقية ديال البيت اللي بقات لي وستخوني ذاك البيتة را عادتك فيكم بنسبة لهذا الفقاس كنناخد ذاك البقية كيف ما قلت لكم وغادي ندهن به هنا يا الوجه ديال ديال البودا وكتاخدوا فورشيت او لبحال هكا وكتحملوا واحد الخطط ممكن انكم تزينوه برقائق اللوز ممكن تزينوه بزنجلان بيض ممكن تزينوه كيف مدرت له انا يا هنا فقط يعني بالبابو يعني ذاك حبوب ديال الخشخاش صراحة انك تجي زوينة في الشكل ديالو كيف ما قلت لكم ممكن تزينوه باللي متوفر عندكم ولي كتبغيوه اولا ممكن فقط خليوه عادي هنا اخديت واحد ديبرا او البانغة هنا وكنحاول ندير هنية توقوب بالنسبة البانغة هذا راوية تكون معقمة وتكون جديدة هنا توقوب الفقاس تحاولوا تقبوه يعني الجهد اللي قدكم يعني تقبوه عادي اليبرا تكون رقيقة لا تكون غليدة كيف ما اقول لكم هنا نتقب الفقاس مزيان كامل بالنسبة الفران هنا انا ما شعلته ما زال ما خليه يعني عادي نكمل الفقاس وندخل الفقاس الفران عاد غادي نشعل العادي يعني بنسبة العافية تكون عافية بحال فيشكل ديال الشمعة يعني تكون اقل درجة ديال الحرارة ديال الفران ساعات تبقوا بحالي تنفسوا عليه يعني بحالي تطلع فقاس ديالكم يعني ساعات تنفسوا على يدك الفران وكتخلوه كي طيب عادي كيف ما قلت لكم يعني العافية تكون شمعة. كتخليوا الفقاس ديالكم حتى كيدهب كيف ما قلت لكم على عافية اللي هي كتكون اقل درجة. هنزيد ناكد عليكم ان لا بغيت الفقاس. ما تلتقلكمش انكم تيبوها لأقل درجة ديال الحرارة ديال الفران. وساعات ساعات بقوت نفسه عليه يعني بحالي كتطل عليه. صافينا بعد ما كتشوفوا ان اللو دياله كيف ما كتشوف وكي رجب حالها كي يعني مذهب. كتشوفوا بي انه طاب يعني كله. اه اخداها هنا يا تقريبا اه تقريبا واحد نصاعة ديال ديال ديال. كي يكون هادا هو الشكل يرون بعد ما كنخرجو انا من الفران مباشرة كيف ما كتشوفو. ما كيترتق ما كيوقع له حتى شي حاجة فقط تخليوا العجينة يعني ما تكونش قاصحة والفران ديالكم ما تشعلوش حتى تدخلو الفقاس ومنين تشعلو تشعلو لي اقل درجة ديال الحرارة يعني الحرارة تكون بحشك اللي يلشمعه والفقاس ديالكم تهربوها العافية ما امكان وتخليوا هي الطيب على مهل يعني ما كيتتب على مهل دياله فراكي طيب وكي يجي معكم بحالة هكا. كنتمنى تجربوا لجميع النصائح وتلتزموا بها وانا على يقين غادي نجح معكم. سوف هنا يا مبعد مما خرجتو كما قدشتو الفران وهو مازا سخون. كنناخد هنا لطريف ديال البلاستيك او لهذا الخاص ديال غيدة او مثلا بلاستيك عادي. سوف نحاول نلويع لديك الحرارة ديال الفقاس او البودن. سوف نلويع لها مزيان ديال البلاستيك حتى نغطيها. و سوف نخليها سوف نخليهم ليلة كاملة. من الاحسن انكم تخليوا الفقاس ديالكم ليلة كاملة. هكا كيرتاح ما امكان. وفي نفس الوقت منك يجيوا تطيبوه. راح كيجي. شكل يالو يعني كيجي للعفوا القوام ديالو مرمل ومقرمش وفي نفس الوقت هشيش. فكنتمنى انكم تجربوا النصائح اللي اعطيتكم. وتلتزموا بها. هنا صفي كما قلت لكم انا غادي نغتدك للفقاس هكا. او غادي نخليه ليلة كاملة ويرتاح. انا انا خدمته في تقريبا في النص نهار. وخليتوا بيت ليلة كاملة. سوف يغطيهم مغطيها بالتوفازق وليح تبشي حاجة غير هكا بالطب هادله الميكا. كتزيد تساعده انه كتعكس عليه ذاك الحرارة. وفي نفس الوقت كان غطيه بها كبطرية في ديال توب. سوف يهناي بعد ما خليتوا كيفما اقول لكم ليلة كاملة. غادي نحيد الفقاس ده بها من البلاستيك. وغادي نقطعه. هنا حاولت انني وخار نطول عليكم الفيديو. لكن هنا باش بغيت نوريكم ان ذاك الفقاس را ما كيتهررش. هنا يبديد تقطاع يعني من اللول ليلة البودع. يعني كيفما كتشوفوا هذا الشكل يالو. ذاك اللوز كي يجي يمثبته هو ذاك القرقاع وكيف مما قطعتوه. ما كي يوقع لا تهرز. تحاجة ما كتتوقع له بالعكس كي يجيو حد الفقاس ناجح. هنا اه من ضمن حاجات اخرين ان السكين اللي غا تستعمل للفقاس يكون سكين باقي جديد. يعني انا هنا اخذت هذه النوعية ديال حادة. لنا هي صراحة اللي متوفرة في الاسواق وكذلك يعني رخيصة. فانا خدمت به هنا يعني مو سباقي جديد. يعني باش كي يكون ماضي. كي تقعوا تقطعوا هكا. بالنسبة للسم كي يبقى على حسب كل واحد ورغبة دياله. ممكن تزيدو ترقو را ما كي يوقع لوالو. يعني كما قطعتكم الرق اللي بغيتو يعني تقطعوا سواء نلقيق سواء نتوسط. سوف هنا كيف ما كتشوفو اه كنحاول هنا ينقطع وانا كنوريكم. هذا بنسبة الحربة للولى. انتم ما كتشوفو الشكل للفقاس بدون كثور ولا حتى يعني فرتونا بسيطة ما كتهرج منو. هادي البودان الثاني. كيف ما كتشوفونا عندي هنا جوجل ممز. دائما يعني تحرصوا بان المسدركم يكون مازال جديد. باش كيكون يعني ماضي وكيقطع معكم الفقاس. آآ يعني كيتقطع داك اللزو داك القرقع ما كيبقى على الوالو. كيف ما قلت لكم هنا وخاة حاولت نطول عليكم الفيديو اللي بكين هكي باش شوفوه. ان الفقاس رافعلا يجي فقاس ناجح وطيب من الداخل كيف ما كنحاول نبيه لكم من هنا يعني كيجي طيب من برامل داخل كيف ما قلت لكم الاهم انكم تيبو على عافية مهيلة. ما تكون شعفية مجهدة. يعني العافية اقل درجة حرارة وساعة ساعة تبقوا تنفسوا عليه الفران. باش هكا كيتب على خاطره. وكيتب من الداخل وما كيجيش مخطوف وما كيترتقش. وهنا هي كيف ما كتشوفوه. انا هنا ما حاولش نقطع معكم المقطع بسافة نهائية. بالعكس هدي نوريكم حتى الاخير ديال البودان. كيف ما كتشوفو كيتقطع معايا بكل سهولة بدون اي فرتونة يعني كيف ما كتشوفوه لحتى قشيرة بسيطة تهرست منه. سا في هنا غادي نكمل البودان كامل وغادي نستفل الفقاس ديالي في الطبسة اللي الفران. وغادي نرضو يتحمر حتى هو بدورو مني كتكون كتتحمروا الفقاس ديالكم حاولوا تقللوا على الحرارة يعني تكون سخنتوا الفران وانقصتوا منه الاقل درجة حرارة باش كيتبك الفقاس على خاطره وكيجي نفس اللون موحد يعني وما كيتحرقش للكم مشوت الفقاس وكيجي كيمكن لكم نفس اللون وكيبي طيب من الدخل ومن بره يعني الاهم في نجاح ديال فقاس وهو الفران وفران كيف يكون ناقص صوAL فالطياب ديالي اللون باش كيعطيكم هاكل لون كيف ما كتشوفو يعني كيجي محمر آه ونفس اللون يعني ما كيجيش جهة محروقة وجيها طيبة وجيه اللون وكيكون هيدا هو الشكل الفقاس دياليومه لعب فى امان الله شكرا